وزوجتي وابنتي وأولادي وحينما أقول أمي وزوجتي وأبنائي وابنتي أعني كل أم وكل زوجة وكل طفل وطفلة جئت اليوم ليس لفقط لأدعم الأستاذ الدكتور المهندس محمد مرسي ولكنني جئت لأطلب منه أن يدعمنا جميعا ويدعم هذا الشعب الطيب بأن يرفع عنه الظلم والفساد وفقه الله وأعانه ونفعه ونفع به ولأنني أؤمن بالنهضة أعلم تمام العلم أن النهضة لا تكتمل المعاني فيها إلا بشمولية اللفظ النهضة السياسية والثقافية والاقتصادية والرياضية والفنية وبإذن الله أتمنى من الله أن يسود علينا النصر بإذن الله تعالى وأدعو للدكتور محمد مرسي بأن يوفقه الله في مسيرته وأن ينفعه وينفع به اللهم ارفع قدرنا أعلي ذكرنا بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انكر لنا ولا تمكر علينا اللهم من أرادنا وأراد بلدنا وديننا وأهلنا بسوء أو بدر فرد كيده في نحره واجعلنا بك من المنتصرين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ أحمد السيد حسن لو سمعني الأستاذ أحمد السيد حسن مفاجأة الحفل مع الفنان الشاب الدكتور محمد عباس السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته يا مصر قومي وشدي الحيل كل اللي تتمني عندي للأهر يطويني ولا الليل آمان آمان يا مصر قومي وشدي كل الليل للأهر يطوين آمان آمان برمفندي رفعين جباه حرة شريفة بسطين آياد تأدي الفرد رفعين جباه حرة شريفة بسطين آياد تأدي الفرد نقصين مؤزم وخليفة ونور ما بين السماء والأرض يا مصر عودي زي زمان ندهى من الجمع الحلوان يا مصر عودي زي زمان ندهى من الجمع الحلوان يا مصر عودي زي زمان يا مصر عودي زي زمان ندهى من الجمع الحلوان يا مصر عودي زي زمان تعصي العدوين وتع عندي آمان آمان برمفندي يا مصر يا مصر سليزي بغفن فرد دي الحل كله يتتمني عندي لا الأهري طويل ولا الليل آمان آمان برمفندي الدم يجري في الماء النيل والنيل بيفتح على سجني والسجن اطرح غلّة وطيل نجوع ونتعرّة ونبني الدم يجري في ماء النيل والنيل بيفتح على سجن والسجن اطرح غلّة وطيل نجوع ونتعرّة ونبني يا مصر للسعدة نكتير لا تجزعي من بأس الغير يا مصر للسعدة نكتير لا تجزعي من بأس الغير يا مصر للسعدة نكتير يا مصر لسا عددنا كتير لا تكسعي من بأس الغير يا مصر ملوق لبنا الخير يا مصر ملوق لبنا الخير يا مصر ملوق لبنا الخير وحلمنا ورد من الدين آمان آمان برما فاندي يا مصر قومي وشد الحيل كل اللي تتمني والله عندي لا الأهر يطوين ولا الليل آمان آمان برما فاندي يا مصر يا مصر يا مصر قومي وشد الحيل هاجر واسيبك لمي ولسه صبيعة ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك حنين أسيبك اللي مين ومين رح يرد التاريخ تصيبه ويمشي طريقك لآخر مداه ومين من حياة ويجبك حياة ومين رح يكبر في وقت الصلاة ومين يبقى مغرم بحبك صبابة ومين يحمي طبتك يا أم الطيابة ومين يبقى ضل في شمس الغلابة ومين يبقى شك في حلق الديابة ومين رح يرد التاريخ تصيبه ويمشي طريقك لآخر مداه ومين من حياة ويجبك حياة ومين رح يكبر في وقت الصلاة ومين يبقى مغرم بحبك صبابة ومين يحمي طبتك يا أم الطيابة ومين يبقى ضل في شمس الغلابة ومين يبقى شك في حلق الديابة مرسي يلى مرسي 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 حرية وعدانة المرسي معاه ركالة عايز بس اختم واقول عايز اختم واقول انا بحبه مصر وعشان انا بحبه مصر ان شاء الله هنتخب الرئيس مرسي شكراً سلام عليكم وصل الان السيد الدكتور عبدالله الاشعل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نرحب بالسيد الدكتور عبدالله الاشعل الذي جاء داعماً لمشروع النهضة ولتأييد السيد الدكتور المهندس محمد مرسي شكراً شكراً للدكتور عبدالله الاشعل هكذا اخلاف المصريين شفتوا الاشعل الهوية دكتور عشعل الهوية برش رئيس القمورية يلا ياشعل biomedical كمان مشروع نهضر كل زمان شكرا لهذا الحضور المبارك شكرا لهذه الخطوة الطيبة شكرا لهذا الشعور المميل فهذه أخلاق كل المصريين فليتخدم الكابتب محمد رمضان ليفعلنا تتابعنا كلمة الرياضيين فليتفضل مشكورا صورتي انا خمسة وعشرين كان كتفي في كتفة فيم ده تحيير فه 에د錯 يتنتين خالعنا نبارد لا 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 في شهر مارس في الاستفتاء طول فراهونة بالنعم ولا لا 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 والبرلمان جامي الميدان ده بتاع اورا مش بسيلي غوايا لا 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 لاا كلنى بتهتف ضد حكم العسكر والشعب المصري همو اخدا لا احمر وفي هيات السويرة كلنا يدوحك اشتركوا في القناة